ترجمة نانسي قنقر عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زيد بن راشد الزياني اجتماع عمل طارئ صباح اليوم مع مسؤولي حماية المستهلك بالوزارة للوقوف على اجراءات الرقابة على الاسعار والتأكد من تطبيق الاعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية للمواطنين بالاضافة الى تكثيف اجراءات التفتيش والرقابة على الاسواق في كافة مناطق المملكة للتأكد من خلوها من اي ممارسات غير نزيهة ومتابعة تطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي ومتواصل لاستقراء وضع الاسواق والتأكد من عدم وجود اي تجاوزات او ممارسات تجارية مخالفة للقانون اضافة الى التأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثنى او المعفاء وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين كما اكد سعادة الوزير حرص الوزارة على التعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان سلاسة اجراءات تطبيق القيمة المضافة حسب الاجراءات والقوانين المعتمدة اشتركوا في القناة